من النهاردة بيبدأ بقصة الحلقات العشرة وهذا سلح أسطوري بيده قوة جبارة لصاحبه وغير انه طبعا بيفضل شباب طول حياته اللي هي مبتخلصش اصلا يعني وكل الاجيل من اكتر من 1000 سنة تكلمت عن هذه الحلقات لكن في النهاية كانت كلها بتتكلم عن نفس الشخص اللي هو وينو وده طبعا لانه هو اللي مع الحلقات العشرة دي وفيه اللي قالوا انه يلقها في بركان او سرقها من مجبرة بس المهم من السلاح معا يعني وكان كل اللي يهمه انه يزداد قوة ومركزش بقى في انه يكون خير او شر او اي حاجة مهما ان جن الازرق انا ماليش في اي حاجة انا كل اللي انا عايزه ان ازداد قوة وفلوس انا بحبي الفلوس اهو وعشان كده احتل اماكن كتير وعمل لنفسه جيش كبير وسمى جيش الحلقات العشر ومع مر الوقت والسنين جيش انتشر في كل حتة في العالم واللي مش عجبه كان بخلص منه زي انهم دمروا حكومات دول كاملة وحياة غير كده كتير يعني لحد ما وصل لعام 1996 وكده وينو بقى عايش اكتر من الف سنة وكل اللي بيعملوا خلال الالف سنة دي انه بيكون اقوى واغنى لكن ما كانش مقتنع باللي وصل له وعاوز اكتر لحد ما اصدمع القصة عن حاجة اسمها اسطور التالو وهي قرية خفية مليئة مخلوقات اسطورية والسحرية فقرر انه يبحث عنها بنفسه ودخل مع رجالته في غابة لكن فجأة الأشجر بدأت تتحرك وتتغير من أماكنها وتقفل الطريق بتاعهم وكما بدأت تدمرهم ولما حبوا يهربوا ووقعوا من كم الجبل ولان وينو قصيل تساب رجالته وخلع من العربية وسبوهم يموتوا ولا يعني عادي يجيب غيرهم يعني ودخل الغابة الواحده لحد ما شاف قدامه حرسة البوابة واسمها يانجلي وقالت له مش مرحب بك هنا فقال لها انت مش عارفة انت بتكلمين فقالت له مش عاوز اعرف ارجع من الدائل اللي رميتك علينا عشان ما تتقذيش هنا فقال لها يلا عركة قالت له ماله وبدأت تحاربه بسحر إنيها قبل سحر قوتها لانه توهم من نظراتها اللي غرق فيها لحد ما تغلبت عليه فأتداق وضربها بالحلقات بتاعته لكن سيطرت عليها وضربته بها وطبعا هو كان مصدوم ويعني اي قصة حب تبدأ بعلقة حلوة وطبعا يعني بعد ما خد العلقة المتينة حبها وتجوزها وخلفه تشانجي تشي وكانت بتحكيله عن ابوها وقوته اللي هي عملته فيه فقال لها هو لو قوي قوي كده انت ازاي تغلبت عليه ولا هي اي 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 اشتغلته خلاص فقالت له من المكان اللي انا جيت منه كان كلنا معانا قوة بفضل سحر الحامية العظيمة لكن اتخلت عن قوتي مقابل حاجة اي 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 اجمل يعني اللي هي انت واختك وبتدي له حاجه شبه يستفسره وبتقول له اعطفز بيها وقالت له وقت ما تحس انك ضايع هي هترشدك للطريق وبتمر السنين وبيكبر شانجي تشي اللي بيكون عائش في سان فرانسيسكو في امريكا وشغلته باركينجي مان وكان شغال مع صاحبته كيتي وغير اسمه لشون ولما بخلطوا شغلهم ومروحين في المؤسسات العامة بيقف واحد قدام شون وبيقول له السرسلة دي تلزمني يا ازميلي ابي بيها وانا يسيبك عائش وشون قال له انت بتقولي يا صاحبي والراجل حاول يأخذ السرسلة لكن شون بعد عنه وفيه اثنين مسكو من ظهره وقال له اهه ده انتو عصابة بقى يا اولادل وكيتي بتقول للراجل انت اكيد غلطة ان بقى الكيوت بتاع مشاكل فالراجل ضربها وفشونة داق وداله القضية في الحتة الفاضية وكيتي اتصدمت من اللي رأيته وبعدها لعب الاثنين التانين كرة شرب في الباص ومن حلوة مهارته الكتالية واحد صوره ببس مباشر وهو يلعب بيه ولما خلص كيتي يعني ما كانتش مسدقة نفسها لان دا صاحب عمرها ومتعرفش ايه اللي هو عمله دا وبعدها في واحد عملاق على شكل انسان امله واسمه ريزر المهم بقى المعلم دا طلع صيف نار من ايده ومن قوته شق الباص نصية وفي وسط المعركة ريزر قال له انت وقتك تستحق اللي يحصل لك لكن شون بقى لاشو خلع منه والباص الفرامل بتاع طبازت واضطروا يمشوا على العربيات دي اه ميشوا على العربيات دي هي والله ميشوا عليها اتخيل كده العربيات دي بتاعتك ولما واقف شون اعرف ان الرجل دا اخد منه السرسلة في الزحمة فرحبته بسرعة وجهه شنطته وصاحبته كده بتقول انت رايح فين فقال لها رايح مكاء وعشان يلحق اخته قبل ما يوصل لها فقالت له احيه انت كمان عندك اخت لا افهمك كل حاجة لما ارجع لكن قالت له مش هتيمش غير لما افهم وقال لها اللي بعت الناس دي ابويا وانا مضطرة امشي دلوقتي فقالت له مال وممكن تشرح له احنا في الطيارة وفعلا بدأ يحكي لها انه بعد ما يانجلي امه ماتت ابو بدأ يدربه الفنون الكتالية بدون رحمة لحد ما تعلم كل الفنون الكتالية وكمان علمه اي طريقة توجدت انها ممكن تساعده انه يقتل بشري غير تدريبات تعذيبة عشان تعلمه الصلابة وكمان اتدرب على استخدام كل الاسلحة التي توجدت وفي التدريبات كان يتدرب على عشرات الاشخاص وبيضربهم عادي كيانه بيتسلح لحد ما وصل سنة الى 14 سنة وابو بعته الاول مهمة اغتيال وقال لها عندما رحت انافزها اما ارضيتش وهربت منه وبعدها عرفت انه ليس سينفع ارجع له اخر وبعدها قال لها القلم كان اسمي مشون انا اسمي شانج تشي بس احنا هنكمل باسم شون عشان انا ايه بصراحة شانج تشي ده يعني مش مقتنع بيه وكملوا طريقهم لحد ما وصل لأخته اللي كانت مأسسها مكان لقتال الشوارع اول ما دخل مدير اعمالها اللي اسمه جون فرح بيه وقال له فاطل باس فشون استغرب وقال له ايه عمل انت بتقول ده وجون قال له شوف الفيديو بتاعك على اليوتيوب جايب مليونين مشاهدة في 3 ايه اقبلنا يا رب وهو بتمشى في حلبات المسارعة انا شفت ونجو بحارب الوحش الاملاج ده لكن بصراحة يعني انا شفت الوحش يعني اعمل من ونج بطاطس لكن ونجو عمل في حركة كده جامدة بصراحة جامدة فاشخ يعني مش عارف قلوكو ايه بصراحة وكسبو بيه وبعدها دخلو شون حلبة المسارعة واختو شو شايلنج وهنسميها شو بس يعني ايه 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 العسامي دي اصلا المهم هي اللي راح التحارب في الحلبة دي فاتصدم وقال لها انت بتعملي ايه لكن فشخته فصامر فقال لها انا عارف انك غطبانة مني لكن اتفاهم بعقل بس شكلها ما عندهاش عقل وهنعرف انا انها زعلن منه لانه تخلى عنها وهم اطفال ومرجع لها ايش تاني زي ما وعدها انه يرجع لها بعد ثلاث ايام وهب ضربته القضية وخلصت عليه ودخلوا بقى يتكلموا بعقله وقال لها ان ابو بعث رجالة خدوا السلسلة بتاعته وهيجوا قريب ياخدوا بتاعتك انت كمان وانا معرفش هو عاوزهم ليه لكن اللي عرفوا انه استحاق ليكون عاوزهم في حاجة خير وفجأة جازر انزار ضرب وهي خلقت من مخرج سري وثابته وقال له اه يا بنت الغدارة بقى انا جاي ساعدك تعملي فيها كده وريزر هو اللي هجم عليهم ومعه رجالة كتير وشن حاول يهرب مع كيتي عن طريق مواسير بره المبنى لكن ظهر فجأة رجالة تضربهم فقال لها تهرب وهو هيعطلهم وبعد حب تضربه ومرمطه وبهدله في واحد نزل ايه قدام كيتي وكانها يضربها لكن رفعت ادها وقعدت تغني وانا ما بيتش خفز اي الاول انا بيت وخفزت حاول يوقعها لكن وقعت وهي مسكة مصهورة كده وعملها تصوت وتصوت لحد ما شن لحقها في اخر لحظة لكن في واحد كهربه وفاسبها والبيت وقعت ويبقى خلاص هتموت 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 خلاص انت ميتة وفي اخر لحظة اخته شو انقذت وبعدها طلعت تساعده فقال لها انت سيبتيني نموت ورداها علي ان هو ايه انت اخيرا يعني يعني يحس ان حد يسيبك وفي واحد فجأة ظهر وده كان مسؤول عن تدريبات شنو وهو صغير وتحس انه عنكبوت قوي في نفسه وخد السرسلة بتاعتها وهرب وشن طار وراء اللي هو مش اسيبك يالي يا ابن لحد ما لحقه وحصل بينهم معركة طحن الصراحة حاجة كده جامدة زحليق وتنطيت وضرب وشوغل فخر من الاخر لحد ما شن يتغلب عليه كان يقتله وفاجأة ابو ظهر من وراه ومسك ايده بالحلقات بتاعته وخد السرسلة وبعدها قال له انا قلت الرجال انه مش يقدروا يقتلك حتى لو حاولوا يعملوا كده وانا طبعا فرحان جدا 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 انه طلعت عندي حق وخدوا في حضنه وقال له احجتني وخليها نرجع بقى للبيت مع بعض وخدهم ورجع للمقر بتاعه اللي هو مليانة عساكر وقال لهم ابني رجع وكيتي بتقول لي شوه انا شفت حاجات مخيفة كتير الاسبوع ده لكن ما شفتش زي ابوه لانه بصراحة يعني الليفر الوحش في الرعب وشوه قلت لها عودي سكتة وهيز دراسك بس هو مش ياخد داره من وجودك وبالليل وهم بيأكلوا وانه سألها اسمك ايه فالاكل وقف في زورها وقالت له كيتي وبدأ يقول لي شون انه من ساعة ما مراته ماتت وهو بقى عايش تايه طول عمره لكن دلوقتي هو معادش تايه وبقى عنده هدفه وقال لهم انتو لما هربته انا كنت محتاج اعرف اتواصل مع امكو وعشان كده حولت كل جهودي لدراسة قريتها ومعرفتش اوصل للمدخل السر بتاعها لكن عرفت حاجة مهمة والحاجة دي ورا بواب عندهم وهي انه امكو محبوسة هناك وبعدها قال لهم انا عارف انكو مش مصدقيني وانا كمان مستحيل اصدق كده لكن امكو هي اللي كلمتني وقالتلي كده بنفسها وشون قال له ده حصل ازاي يعني لم اغزة فقال لهم كنت قاعد هنا وبعمل ابحاثي وسمعت صوتها بيكلمني وقالتلي انها محتاجة مساعدتي في اني انقذها من شعبك وده لانهم ما عارفوش يسمحوها عشان اتخلت عنهم وعشان تقعيش معايا لكن ابنه قال له امينا ماتت والان انت بتقوله داخر افاق لكن وانه اللي هو ابو قال له انها سيبنى دليل عشان نعرف نوصل لها وخد السلسلتين وحطوهم في تمثال تنين والتمثال بدأ يطلع منه مية ومالة المكان وكانت ثابتة وبعدها نزلت على الارض وبدأت ترس من مدخل السر القرية التالو اللي هي قرية امهم والممر ده بيفتح شغر مرة واحدة في السنة وقال لهم كده انا هعرف ادخل القرية وحرر امكم وجمع جيشه وقال لهم بعد ثلاث ايام من دلوقتي هننقذ مراتي من سجنها وقال لابنه انت هنا عشان تساعدني وبنته سألته ايه اللي هيحصل لو اهل القرية رفضوا تفتح البوابة فقال لهم هنحرق القرية كلها عليهم لكن ابنه اعترض وقال له انت هتروح تدمر القرية كاملة بناء على خرافات فضربوا اخته حاول اتدافع عنه لكن ضربها هيكمان وعمر رجالته تحبسهم والصوت جالوا يكلموا تاني وبيقولوا ما تزعلش ايالتنا هتكتمل قرية وشون قال له اخته احنا لازم نوصل القرية قبل ما هو يوصل ويدمر الباية من عائلتنا وفجأة سيموا صوت غريب وراحوا يشوفوه لكن شافوا واحد تاني محبوس اسمه تريفور وفجأة خرج عليهم حيوان صغر بدون رأس فخافوا منه وقالوا له ايه ده فعلا وربنا اضربك بالرصة اصطفك انا يطلع لي ده انا يطلع لي ده فقال لهم انتوا شايفينه بجد وقال لهم بعدها ان ده موريس وطلع كان مفكر انه هو ايه طول الوقت بيهلوس عشان كده شايفه ما هو بصراحة يعني عنده حق ده حقهم بدون رأس وتريفور طلع بيفهم كلام موريس وبدأ يترجمه لشون لان موريس كان بيكلمه بيقول له انه كبر مع امه في قريتها اللي هي تالوه وابوه خده من الغابة في بعثة من بعثات الاستكشافية ويطلب منه ورجعه تاني الكريوتو وشون قال له صدقني كنت هرجعك لو اعرف الطريق وموريس قال له انه يقدر يرشده للطريق دلوقتي ويقدر يعدي الغابة بدون ما يستنى الطريق اللي يتفتح كل سنة ده لكن الموضوع خطير جدا يعني لدرجة انه محدش خرج من الغابة دي عايش قبل كده وموريس قال لهم انه وثق بنسبة 90% انه يقدر يدخلهم القرية بدون ما ينقصوا ايد او رجلي وفجأة اخته كسرت الحطة فقال لها عملت كده ازاي فقالت له عادي لانها ضعيفة جدا يعني مفيش مشكلة وقالت له ابونا عنده نظام انفاق كامل تحت المجمع بتاعه ودي الطريقة اللي انا هربت بها وانا صغير وخرجوا من السجن لحد ما وصلوا الجراش وخدوا عربية وهربوا بيها ولما وصلوا الغابة موريس بدأ يوجههم قبل ما الشجر يقفل عليهم وقال لهم امشوا بسرعة او لف ويمين وبعدها لف وشمال وفعلا الشجر بيفتح ويقفل وراهم وبدأ يقفل عليهم وكان هيموت لحد ما خرجوا قدام شلال ودخلوا فيه بالعربية والمياه وقفت وفتحت لهم بواب من المياه ودخلوا منها للقرية اللي مليان حيوانات شكلها حيلي وفيه حاجة كده برده كانت جميلة برده وهي شباه الحصان بتبص لهم بصة اللام وبلاء كده الوقت لحد ما وصلوا لسكان القرية اللي بيربوا أسود بضعف الأسود اللي عندنا خمس مرات على انها حيوانات أليفة واهل القرية قبلوهم بطريقة مش مرحبين بيهم خالص يعني لكن خليتهم نان قبلتهم بأحصن ضيافة وشون قال لها لازم نجهز نفسنا عشان أبويا جاي ورايها وخليتهم قالت لهم شعبنا عايش هنا أكتر من 4000 سنة وكل ده بنستعد للحاجة نتمنى أنها ما تحصلش احنا هنا بنحرص بوابة الظلامة عشان ما تتفتحش تاني وده لأنها لو تفتحت الشر اللي وراها هيدمر علامنا وعالمكم فقال لها الله ينور عليكي أنا بقى أبويا جاي عشان يفتح البوابة دي لأنه عنده اعتقاد أنكم حبسين أمنا هنا لأنها هي اللي كلمته وقرأت له كده فقالت لهم مش أبوكو أول واحد يحاول يفتح البوابة وفي غيره كثير وكلهم أغواهم صوت من الجانب اللي ورا البوابة وجيش الظلام عارف أن الحلقات العشر اللي معاها قادر انها هتفتح البوابة عشان كده كلموا وأهل القرية بدأوا يجهزوا نفسهم بالأسلحة وكلهم بدأوا يتدربوا وكان كل واحد يتدرب على قدراته الخاصة وشان قال لخالته أمي الوحيدة اللي كانت قادرة تتغلب عليه علميني عملتها ازاي وبدأ التعلمه لحد ما عارف يتعلم مهارات أمه وشان بالليل بيراجع الذكريات وافتكر أمه وهكايف بتدربه وبعدها افتكر اليوم اللي أمه ماتت فيه ماتت عن طريق إصابة كانوا بينتقموا من جوزها فقالت لهم يعالي ما لهمش علاقة بينتقامكم وفعلاً العصابة سابتهم وقالت لهم يمشوا لكن ابنها قال لها انت ما عندكش قوة دلوقتي خارقة ولا حاجة فقالت له ما تخافش ومشي وبدأ التحريبهم ويتفرج عليها لكن كانوا أكتر منها وقتلوها وجوزها رجع منبرة وشافها ودي كانت صدمة عمره ومسك الحلقات بتاعته وقال لو ما كنتش قلعتها محدش كان هيجرؤ يقرب من هنا والبسهم بعد ما كان خد قرار انه مش هيلبسهم تاني وخد ابنه راح لما قرر العصابة وابنه قال له ايو هم دول اللي قتلوها وعمل منهم كفتة بالبطاطس المحمرة لكن رئيسهم مكانش موجود والمهمة اللي ابو بعث فيها كانت انه هيقتل رئيس العصابة اللي قتلت امه لانه اخيرا يعني يعرف مكانها بعد عشر سنين وبعدها شون قال لي كيتي الرجل اللي قلتلك انه ما قتلتوش في المهمة بتاعتنا كنت بجدب عليك وللأسف انا قتلت عشان كده انا استخبطت وغيرت اسمي على امر ان انا بقى شخص احسن من كده وتاني يوم ابوهم وصل بجيش كبير من رجالته ولما شاف ابنه قال له انت جاي تساعد الناس اللي حبثت امك وفيه رجل كبير سبعيناتي كده قال له اخذ بالك من كلامك احنا بنقذيش حد من اهله لكن وانه قال له انتبه لكلامك معي ايوها الشاب اللي هو يعني يحترم اللي اكبر منك يوض لان عشت عشر اضعف حياتك وطلب منهم يعدي يفتح البوابة لكن رفضوا فامر رجالته ادمر المكان وبدأت بينهم المعركة وبعد شوية طحن وضرب وقسود بتاكل بشر وكمان بتلعب بهم كورة وانه سابهم ورح للبوابة عشان يدمرها وشون حب يروح وراه لكن ريزر منعه وفضلوا اضرابه بعض حبه لحد ما اخته ادخلت وقالت له روح وراه سيب لنا التريلا ده ودخل في قتال مع ابوه وفيه شوية فنون قتالية حلوة بصراح حصلت لكن ابو ضربه وقال له انت وقفت تتفرج على امك من شباك وهي بتموت وما عملتش حاجة وبعدها بدأ اضراب الحلقات بتاعته وشون كان بيسودهم بطريقة جميلة برضو وبعدها قال له هي ماتت واحنا محتاجينك معنا لكن انت فضلت الحلقات دي علينا وضربه وقال له انت ضربت ابنك على انه يكون قاتل وانا هورك القاتل دلوقتي وبصراحة فشخه لكن وانه اضراب ابنه بكل قوته في غرق في البحر وسمع بعدها امراته بتقول له انقذني فراح يدمر البوابة بدأ يضربها بكل قوته وفيه حاجات غريبة بدأت تظهر منها واول ما خرجت بدأت تقتل رجالة وانه ولما حاولوا يقتلوها بأسلحتهم معرفوش لانه لا تشغر من الاسلحة اللي هي بتاعت ايه اللي هي معمولة بزجاج التنين فقرروا انهم يتحدوا مع بعض اللي هم ايه رجالة وانه واهل القرية عشان يقدروا يحارجوا الكائنات دي والكائنات دي بقى بتعمل ايه بتمص ارواح البشر وترجع بها عشان تغز القائب بتاعهم عشان يقدر يخترق البوابة وكلهم خدوا اسلحة من اللي بتقدر تقتلهم واستعدوا للمعركة وشون تحت الماء يفتكرهم ويتكلموا وفا وشاف تنين ماء يوقف قدامه وخدوا طلع ببرا يدمر الكائنات اللي بتطلع من وراء البوابة دي بعدها ساب التنين يشوف شغله وراح يوقف ابوه ويدخلوا في معركة تانية مع بعض لكن بدأ ينفذ مع نفس المهارات اللي امه علمتها ووينه ضربوا بخمس حلقات لكن شون سيطر عليهم وبكده دمعة خمسة ودمعة خمسة ونزلوا طحن في بعض لحدنا ابوه عمل حركة كده خفيفة ولطيفة وجميلة والمفروض انه يدمر ابنه بيها لكن اتفاجئ بشونه هو واقف ومسطر على العشر حلقات بتوعه كلهم وعملهم كده يعني ايه حاجة شكلها حلو المفروض انه كان هيدربوا بيهم لكن رماهم وابوه قال له انا لازم انقصها لانها ابتناديني لكن ابنه قال له الايلة محتاجاك وهي كده كده ماتت وبعدها البوابة دمرت وخرج منها التنين شكله مرعب وهجم على وين وشون لكن هربوا وبعدها التنين ده ميسك وين وبدأ يمتص روحه وقبل ما يموت ساب الحلقات بتاعته تدخل في ايد ابنه ومات والتنين راح للقرية عشان يدمرها لكن التنين صاحبهم ميش في المياه بسرعة كده بالشكل الجامد ده لحد ما وصله ودخل معه في معركة وعمل عليه دواما كده تقتله لكن الكائنات بتاعته جابته شوية ارواح ففاق اللي هو ايه اتغدى بقى فالما قوم اقتلهم بقى ومسك التنين الطيب عشان يمص مصروحه ويشفطه لحد ما جاله ساهم وضرب رقابته فساب التنين الطيب واللي ضرب السهم ده كانت كيتي وطبعا مش مصدقة نفسها وبعدها التنين خدوا تحت المياه وهاني يعني بص اللي هو ايه اخدوا ورقابته وشون نزل وضربوا بالحلقات فرقابته وفادل يتحكم فيها كده عن بعد الحد ما فرتكه وبعد ما مات كل الكائنات بتاعته اللي كانت شبهه ماتت وكده يعني ايه يعتبروا واتغلبوا على الظلام والمفروض انهم خلاص بقى رجوا الحياتهم الطبيعية وقعدين في كافيه وونج فتح بهابا سحرية ودخل عليهم في الكافيه وقال لهم ايه انا اسمي وونج وسأل شون لو معاه الحلقات فقال له اه قال له طب حلو انا محتاج كتير معي بقى ايه في مصلحة كده وهو راحوا معاه في وسط زهول كل اللي عادين في الكافيه واتصل بسوبر وومن وبروس وين اللي هو هالك عشان يعرفوا الحلقات دي مصنوع من ايه وسوبر وومن سألت شون هي بقى لها قد ايه مع ابوك فقال لها حوالي 1000 سنة لكن بروس قال لهم ان شكلها بيدل على انها اقدم من كده بكتير وونج قال له انت بعد استخدمت الحلقات اول مرة حسنها بكده في كمار تاجي وقال له ان الحلقات بتعمل اشارة ضوائية كأنها بتبعت رسالة لحد وسوبر وومن جالها اتصال سريع فقالت لهم انا لازم ممش بسرعة واخدوا رقمي من بروس عشان لو احتاجتوني ولما ماشت بروس قال لهم انا معيش رقمي على فكرة بس اخدوا بقى من نفسكم واهلا بكم في السرك ولما ماشوا وكمان هونج قال لهم انا عارف انه صعب تستعوبوا اللي بيحصل لكن لازم تتعودوا عليه لان من دلوقتي مصار حياتكو هيختلف تماما ومعادش في مجال الرجوع